وإحنا في سورة البقرة تلقى ربنا سبحانه وتعالى بيدينا رسائل وإحنا مشيين مع كل ربع بناخد منه على قد ما نقدر وعلى قد ربنا سبحانه وتعالى ما بيفتح علينا وعلى قد ما بنتذوق القرآن الكريم فنيجي نلقى ربنا يقولك إيه هو البر فيقولك صفات هؤلاء الأبرار ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هؤلاء الناس بهذه الصفات عيشين عيشة في كل الأحوال تلقالوا حال مع ربنا البر هنا الآية نزلة ربنا بيبين لهم المشكلة مش في إنك تتجه إلى بيت المقدس والمسجد الأقصى ولا تتجه إلى الكعبة المشرفة مش هو ده الخير بس ولا هو ده البر مش الظاهر بس هو المقصود لكن البر له صفات تانية وهي إيمانك العميق بالله سبحانه وتعالى أن تؤمن بالله وأن تؤمن بملائكته وأن تؤمن بالكتاب وأن تؤمن بالنبيين اللي هي أركان الإيمان وبعدين ينعكس ده في حياتك ينعكس ده في إين؟ ينعكس ده لما تبقى غني يظهر إزاي؟ ولما تبقى فقير هيظهر إزاي؟ لما تبقى غني؟ وآت المال على حبه المال اللي جوه قلبك اللي فيه نفسهم فين؟ فيه ناس لما تاخد منه جنيه جنيه كده تديه لحد أو تاخده بأي وسيلة كأنك بتنتزع فتيل ولا يعود بالله من قلبه وممكن يبقى بيصلي للنهار وممكن بيحافظ على كل الصلاة في المسجد وخلوا بالكم دايما لما أقول لحضراتكم صورة حد بيعمل الظاهر ولكنه لم يتأدب ولم يتخلق من الباطن مش معناها أنه بنقول إن أهل الظاهر كده يعني بعض الناس يفهموا إنك لما تقول يا عم ده ويصلي بس بيعمل سوء يبقى الصلاة لا بنقول إنه الصلاة ما أثرتش فيه لأنه مش هيوصل للدرجة دي غير لما يتمسك بالظاهر لأن الإسلام كأنه طائر له جناحين الجناح اليمين هو جناح الشريعة اللي هي الأعمال المطلوبة منك التكلفات أفعال المكلف التزامك بظاهر نصوص الشرع وفهم الفقهاء ليها وفهم العلماء والتزامك بالصلاة والصيام اللي هي الحاجات الظاهرة اللي هي نقدر نسميها أركان الإسلام متحقق بالظاهر لما تتحقق بالظاهر تنتقل إلى الجناح الثاني اللي هو جناح الحقيقة اللي هو قلبك من جوه يتأدب بالصلاة والصيام والزكى والحج وكل الأعمال الظاهرة فيلتقي الجناحان ويكونان طائر يطير بك إلى سماء الرحمن ده لما يحصل يبقى أنت تشرعت وتحققت فالرسالة اللي عايز أوصلها مش معنى أني بقول إنه في قسمين من الناس وفي صنفين واحد منهم بيصلي ومحافظ لكن في الناحية التانية قلبه معناها أني بقول لحضراتكم اوعى تكون من الشريحة دي اوعى تكون من الصنف ده اللي هو قلبه ونفسه متعلقة ومتشبسة بالدنيا جداً ولكن ما فكر نفسه إنه يعني يحسنه صنعاً وإنه بيصلي ويصوم ويزكي فهو كده يبقى لا ده ده لازم ينعكس في حياتك الصنف التاني هو صنف حافظ على الظاهر وفي نفس الوقت شغال على قلبه من جوه بيصفيه وبيطهره وبينقيه فيجي في حال الغنى في حال الغنى ينعكس عليه يبقى بيحب المال أوي بس هو عاوز يبقى مع الأبرار إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرفوا في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختاموه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سيدنا عمر و سيدنا أبو بكر كانوا يتنافسوا على إن أم يطلعوا المال اللي معاهم وآت المال على حبه يبقى معا مال وعياله محتاجين ليه وهو محتاجه في حاجات ولكن ينفق ويعطي فده إنسان في حال الغنى أراد أن يكون مع الأبرار فاشتغل على نفسه ليه لأن ربنا بيقول لن تنالوا البرة حتى تنفقوا مما تحبون مش هتوصل للمرتبة دي ولا للدرجة دي إلا لما تبقى إيه بتنفق مما تحب وتنفق مما تحب بقى في حال الغنى وفي حال ضيق وقتك تنفق من وقتك وتروح تصلي وتسجد لربنا فتاخد طاقة نورانية تكمل بها بقيت حياتك فتحس إن أنت مستقر وهادئ يساعدك ده إنك تكمل حياتك كلها بصلة واتصال مع الله سبحانه وتعالى وأتى المال على حبه ذوي القربة واليتامة والمساكين وهنا رسالة شوف ربنا سبحانه وتعالى سيدنا مسلم بيسأله يا رب أين أجدك فقال تجدوني عند المنكسرة قلوبهم عند المساكين عند الفقراء هنا ربنا مع هؤلاء اليتامة ذوي القربة من الفقراء واليتامة والمساكين والسائلين وابن السبيل وفي الرقاب كل هؤلاء يشعرون بأنهم منكسر قلوبهم حسين إنهم ضعاف حسين إنهم محتاجين حسين إنهم ناس حظوهم من الدنيا قليل ربنا معاهم ويجي يقول لي صاحب المال هديك مرتبة اسمها مرتبة الأبرار ولكن لما تطلع من اللي انت بتحبه لما تزكي لما تنفق لما تتصدق فدايما خلي نفسك حتى وإن كان ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك بالدنيا كلها ودك كل حاجة خلي دايما قلبك منكسر لربنا خلي دايما قلبك ذليل لله خلي دايما قلبك خاضع لله ليه؟ علشان هتلاقي نفسك ربنا معاك لأنه ربنا مع هؤلاء شوف لما ربنا يقول لك البر إنك تكون مع هؤلاء يبقى ربنا بيحبهم قد ايه؟ وربنا واقف معهم قد ايه؟ بنا واقف معهم بصورة كبيرة جدا ومديهم اهتمام ومديهم رعاية محتاجين إن احنا نبقى مع هؤلاء حتى وإن كان في الظاهر إن ربنا سبحانه وتعالى اداك وفتح عليك من الدنيا إلا أنك لابد من الداخل ومن قلبك تكون مع هؤلاء المنكسرة قلوبهم ولذلك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحيني مسكينا مسكينا يعني مش أبقى زي ما الناس فهمة مش أبقى شحات مثلا مش أبقى مش لاقي آكل محدش بيدع على نفسه كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى وكان إن الله يحب من الأمور معاليها ويكره سفسافها يعني يا ربنا بيحب من الأمور الحاجات العالية والعظام والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف فمستحيل النبي بقى بيقصد هذا لكن النبي بيقصد إيه بيقصد حال المسكين ده حتى وإن كانت الدنيا كلها كانت تأتيه الغناء بين جبلين في المساء فيصبح ويتصدق بها جميعا وكان يدخل صلى الله عليه وسلم قوت سنة سنة وسنتين ويمضي اليوم واليومين وما في بيت رسول الله طعام هو عنده ولكن بيتصدق عن قدرة وعن يد عالية فهنا النبي لما يقول اللهم أحيني مسكينا وقمتني مسكينا يلا ربنا ادك الفلوس يلا ربنا وسع عليك احمد ربنا على فضله وخلي قلبك دايما منكسر لله لأن لما قلبك يبقى منكسر لله فاعرف إن ربنا معاك لأن ربنا سبحانه وتعالى دايما مع المنكسرة قلوبهم طب في حال البأساء والضراء في حال الغنا والقوة لو عاهدوا يوفوا بعهدهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ما عندهم شي خيانة ما عندهم شي نفاق الظاهر زي الباطن طب في حال البأساء والضراء يصبروا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس في الشدة والضيق تلاقيهم نال صابر ممكن تمر بكل الأحوال دي وممكن تبقى في حال الغنا بس وممكن تبقى في حال الفقر بس لما تتخلق بأخلاق دول تصبر في البأساء والضراء وعند الشدة والضيق البأساء يعني في الحزن والضراء البأساء والضراء الضيق والحزن الشديد والكرب تبقى صابر وحين البأس حين الشدة ويراد بها الحرب مثلا يصبروا ما يهربوش يجهدوا أنفسهم ويقاتلون في سبيل الله على حق لما تبقى مع دول وتصبر تبقى مع الأبرار لما تبقى غني وينكسر قلبك تبقى مع الأبرار يبقى هنا ربنا بيديك رسالة وهي الرسالة بتاعتنا النهاردة ليس البر مراعاة الظاهر ولكن البر تصفية الصرائر وتنقية الضمائر